زهيتي بالانستجرام? عاوز سيطع صلتك بيه فترة? او ممكن عاوز تحزف بشكل نهائي? الفيديو ده مخصوص ليك. هوريك خطوة بخطوة ازاي تعطى الحساب الانستجرام بشكل مؤقت وترجع تفتعه تاني? او ازاي تحزف حسابك بشكل نهائي? في نوعين من تعطيل حساب الانستجرام النوع الاول هو التعطيل المؤقت. وده بتختفي بالانستجرام خالص. بس لو حبيت تفتحه تاني بتقدر تفتعه في اي وقت. النوع التاني هو الحسف النهاي وده عن طريقه تقدر تحزف حساب الانستجرام بشكل نهائي. مش هدهر ترجعه تاني لو عد على عملية الحسف اكتر من تلاتين يوم. قبل تلاتين يوم تقدر ترجع الحساب تاني. طبعا نشرح ان عين دول بالتفصيل. كل اللي عليك تابع الشرح. قبل ما نبدأ في الشرح لو بتابعنا على اليوتيوب منستش تعمل الشرح للقناة بتاعتي. لو بتابعنا على تيك توك منستش تعمل بتاعي. قبل ما نبدأ في الشرح لو عاوز تعطى الحساب الفيسبوك كمان هكون سايب لك الشرح بالتفصيل في وصف الفيديو ده او في التعليقات. تعالوا نبدأ في الشرح بتاعي النهاردة. اول حاجة هنعملها نشرح طريق التعطيل حساب الانستجرام بشكل مؤقت. اول حاجة هتعملها هتيجي تفتح تطبيق الانستجرام. وهتخش على صفحياتك الشخصية او حسابك الشخصي. وبعدين هتيجي تدوس على التالي الشرط اللي تحت بعض من اعلى. هيفتح معاك الاعداد بالشكل ده. عشان توصل للمكان اللي هتعطل منه حساب الانستجرام بشكل مؤقت. في عندنا طريقتين. اول طريقة بعد ما تفتح الاعدادات بالشكل ده. هتيجي في البحس من فوق كده. وهتيجي تكتب كلمة التنشيط. لوحدها. بالشكل ده. هيظهر معاك كلمة الغاء التنشيط او الحسف. ممكن تكتب برضو كلمة الحسف. هيظهر معاك برضو الغاء التنشيط او الحسف. هتيجي تخش على الغاء التنشيط او الحسف. دي اول طريقة معانا. تاني طريقة اما تيجي تفتح الاعدادات كده. هتخش على حاجة اسمها مركز الحسابات. وبعدين هتنزل تحت كده هتخش على التفاصيل الشخصية. وبعدين ملكية الحساب والتحكم فيه. هيظهر معانا الغاء التنشيط او الحسف. يبا احنا كده عارفنا الطريقتين اللي هنوصل بهم لمكان تعطيل الحساب بشكل مؤقت. هنيجي ندوس على الغاء التنشيط او الحسف. وبعدين هنختار حساب الانستجرام بتاعنا. هيظهر معاك اختيارين الغاء تنشيط الحساب وحسف الحساب. طبعا احنا في الحالة دي احنا عايزين نعطى الحساب الانستجرام بشكل مؤقت. فهنختار الغاء تنشيط الحساب. وبعدين هندوس على متابعة. هيجي يطلب منينا هناك كلمة السر الخاصة بحساب الانستجرام. هنيجي نكتب كلمة السر. طبعا لو ناسي كلمة سر حساب الانستجرام او لغ ما عملتش كلمة سر اصل للحساب. هكون سایب لك في وصف الفيديو ده او في التعليقات طريق تغيير كلمة السر حساب الانستجرام. حتى لو ما عكاش كلمة السر القديمة او لو معاملتش كلمة سر اصل. وبعدين هندوس على متابعة. هنا بيقول لك ايه سبب الغاء التنشيط او ايه سبب تعطيل الحساب الانستجرام بشكل مؤقت بتختار اي سبب من دول انا مسلا اختار شيء اخر من تحت كده وبعدين هتدوس على متابعة وبعدين بتدوس على الغاء تنشيط الحساب طبعا اول ما تدوس على الغاء تنشيط الحساب الانستجرام هيسجل خروج من الحساب نفسه طبعا بعد عملية التعطيل المؤقت الحساب بيختفي من الانستجرام كله وبيختفي من عند الاشخاص التانيين بس لو حبيت ترجع الحساب في اي وقت تقدر ترجعه عادي عن طريق انك تسجل دخول للحساب يعني تسجل دخول بالفيسبوك او بالاميل وكلمة السر والحساب هيفتح معاك عادي بدون اي مشاكل حاجة كمان حابب اعرفها لك بعد عملية التعطيل المؤقت ما تحاولش تفتح الحساب تاني عشان لو فتحت الحساب او سجلت دخول ليه في اي وقت الحساب بيرجع يظهر للناس تاني ومش هتقدر تعطله تاني مؤقت الا بعد سبعة ايام يعني بعد ما عطلت الحساب والحساب سجل خروج بالشكل ده ما تحاولش ان انت تسجل دخول تاني للحساب او تسجل عن طريق الفيسبوك او تسجل بالاميل والباسورد عشان لو سجلت دخول تاني هيظهر للناس مش هينفع تعطله تاني مؤقت الا بعد سبعة ايام ده كان بالنسبة لتعطيل حساب الانستجرام بشكل مؤقت بالنسبة بقى لطريقة حزف حساب الانستجرام نهائيا خلي بالك قبل ما تاخد القرار ده عشان لو حزفت حساب الانستجرام نهائيا مش هتقدر ترجعه تاني لو عد على وقت الحزف اكتر من تلاتين يوم يعني انت مسلا انت قررت تحزف حساب الانستجرام دلوقتي ومشيت معايا بالخطوات وعدة تلاتين يوم من النهاردة مش هتقدر ترجع حساب الانستجرام تاني والحساب هيتحزف نهائيا من على تطبيق الانستجرام بس لو عملت الخطوات دلوقتي وحبيت ترجع الحساب قبل تلاتين يوم عادي تقدر ترجع الحساب في أي وقت في خلال التلاتين يوم بس لو عد تلاتين يوم الحساب مش هتقدر ترجعه تاني نهائيا لأي سبب من الأسباب فهنيجي نشوف كده طريقة الرحاسف النهائي أول حاجة هتفتح تطبيق السيرام هتخش على الصفحة الشخصية والحساب الشخصي هتدوس على الثلاث شرط اللي تحت بعض من أعلى وبعدين هيفتح معاك الإعداد بالشكل ده في طريقتين عشان توصل للمكان اللي هتحزف منه الحساب نهائيا أول طريقة معانا هتجي في البحث من فوق كده وهتكتب كلمة التنشيط أو ممكن تكتب كلمة الحسف أي كلمة من الكلمتين دول هيظهر لك هنا إلغاء التنشيط أو الحسف هتخش عليها ده بالنسبة لأول طريقة اللي هي عن طريق البحث الطريقة التانية اللي هي اليدوية هتجي تخش علي الإعداد بالشكل ده وهتخش علي مركز الحسابات وبعدين هتنزل تحت على حاجة اسمها التفاصيل الشخصية وبعدين ملكية الحساب والتحكم فيه وبعدين إلغاء التنشيط أو الحسف وبعدين هتختار حساب الإنستجرام وبعدين هيظهر معاك اختيارين إلغاء تنشيط الحساب اللي احنا شرحناها من شوية ودي عن طريقها بتعطل حساب الإنستجرام بشكل موقع وتقدر تفتحه تاني التانية اللي هي عن طريقها هتقدر تحزف الحساب نهائي ومش هتقدر ترجعه تاني لو عدى على عملية الحسف 30 يوم فلو حابب تحزف الحساب نهائياً بتيجي تختار حسف الحساب اللي هو الاختيار التاني وبعدين بتدوس على متابعة هنا بيظهر لك سبب حسف الحساب فانت هتيجي تختار أي سبب من الأسباب دي أنا هختار مثلاً السبب شيء آخر وبعدين هتدوس على متابعة هيطلب منك كلمة السر الخاصة بحساب الإنستجرام طبعاً لو ناسي كلمة سر حساب الإنستجرام أو لو ما عملتش كلمة سر أصل للحساب هكون سايب لك في وصف الفيديو ده أو في التعليقات طريقة تغيير كلمة سر حساب الإنستجرام حتى لو معكاش كلمة السر القديمة أو لو ما عملتش كلمة سر أصل هتيجي تدخلوا كلمة السر وبعدين هتيجي تدوس على متابعة هنيجي نشوف الرسالة اللي هو أظهر هالنا دي اللي هي تأكيد حسف الحساب نهائياً بيقولك هنا في حالة متابعة حسف الحساب سيتم حسف ملفك الشخصي وتفاصيل حسابك في 3-1-2025 ولن تظهر على الإنستجرام من الآن وحتى ذلك الحين ويمكنك إلغاء عملية الحسف النهائي في أي وقت قبل بدء العملية من خلال مركز الحسابات أو عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على الإنستجرام معنى الرسالة دي الإنستجرام هنا بيقولك بعد ما تأكد عملية الحسف حسابك بيختفي من عند الناس ومن الإنستجرام كله والإنستجرام بيديك مدة 30 يوم بعد عملية الحسف لو حبيت ترجع الحساب في أي وقت في التلاتين يوم دول كل عليك هتيجي تسجل دخول للحساب مرة تانية والحساب هيرجع معاك بس بيقولك نقطة مهمة هنا لو عد على عملية الحسف أكتر من 30 يوم أو بعد التاريخ اللي هو محدده لك ده وإنت ما حاولتش تفتح الحساب تاني الحساب هيتحزف بشكل نهائي ومش هتقدر تفتحه تاني لأي سبب من الأسباب فهتيجي هنا لو أنت مقرر عملية الحسف فهتيجي تدوس على حسف الحساب والحساب هيسجل خروج بالشكل ده طبعاً أنت معاك 30 يوم من دلوقتي تقدر ترجع فيهم الحساب في أي وقت تسجل دخول عادي بالفيسبوك أو تسجل دخول بالكلمة السر واليوزر نيمة أو بالإيميل وتفتح الحساب الحساب هيفتح معاك بشكل عادي جداً بس لو عد على الحساب 30 يوم من دلوقتي ما فتحتش فيهم الحساب الحساب مش هتقدر ترجعه تاني لأي سبب من الأسباب وهيتحزف بشكل نهائي وبكده الشرح بتاعي النهاردة انتهى أرجو أن تكون السفات تم الشرح لو السفات تم الشرح ننسى أن تعمل الشرق للقناة وفعل زر الجارة وستعمل لك للفيديو شكراً